بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاروخ استنجر الامريكي هذا الاسم المحفور في الاذهان منذ الحرب الافغانية مع الاتحاد السوفيتي استنجر والذي زودت به امريكا والدول الاوروبية الجيش الاوكراني لكي يتصدى للمقاتلات الروسية تركيا تسبق امريكا بخطوة وتصنع صاروخا تركيا خالصا يتفوق على استنجر الامريكي نتعرف في هذا الفيديو على صاروخ سنجور التركي المضاد للطائرات بالكشف عن منظومة سنجور الخاصة بالدفاع الجوي قصير المدى المحمولة على الكتف لم تخطو تركيا خطوة مجردة على طريق توطين معظم الصناعات الدفاعية الحساسة فقط بل اتاحت لقواتها المسلحة واحدة من افضل المنظومات التي تفوق ميزاتها قدرة استنجر الامريكية حيث تستمر المشاريع الدفاعية المحلية المنفذة بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية في تجاوز العتبات الجديدة واحدة تلو اخرى وقبل ايام اعلن رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية اسماعيل ديمير تسليم الجيش التركي اول دفعة من صواريخ سنجور ارض جو المحمولة على الكتف وتعد منظومة سنجور المحمولة على الكتف التي كشف عنها العام الماضي لاول مرة كمنظومة محمولة على قاعدة واحدة من افضل المنظومات الدفاعية في فئتها على مستوى العالم بقيمتها الفنية وهي ايضا ركن مهم ضمن المساعد التركية لطوطين معظم ما تحتاج اليه في المجال العسكري والدفاعي واذا ما قرن سنجور التركي بمنظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى المحمولة على الكتف على رأسها منظومة استنجر الامريكية نجد ان المنظومة المحلية الجديدة التي طورتها شركة روكستيان التركية لصناعة الصواريخ تتفوق عليهم جميعا من حيث المدى واقصى ارتفاع ونظام التوجيه والتتبع الفعال ضد الطائرات المسيرة والطائرات النفاثة والمروحيات مشروع سنجور الوطني في خلفية التطور الاخير الذي اعلنه اسماعيل ديمير بعض التفاصيل القيمة للغاية لمشروع سنجور فعند وصف سنجور من الضروري فتح قوس والتحدث عن منظومة استنجر الامريكية الصنع المنظومة الاكثر شهرة في العالم وربما الاكثر تفضيلا في هذا المجال لكن ما لا يعرفه كثيرون ان شركة روكستيان التركية المطورة لمنظومة سنجور الوطنية كانت من بين الشركات الاجنبية التي شاركت في انتاج استنجر بطريقة ما في نطاق تعاون مشترك وفي السنوات الاخيرة لفتت روكستيان الانتباه بفضل اتجابتها السريعة والفعالة للاحتياجات الماسة في الواقع يرتبط تطوير سنجور مباشرة بالانجازات والخبرات التي حصل عليها سواء من المشاركة في انتاج استنجر الامريكي او من المشاركة في تطوير منظومة الدفاع الجو التركية من طراز حصار وبفضل المعرفة التي اكتسبتها شركة روكستيان وخبراتها في اثناء العمل على تطوير وتصنيع منظومة سنجور من المتوقع تطوير منتج اخر بالغ الاهمية في المستقبل القريب فغالبا ما شهدنا احراز تقدم في تكوينات مختلفة مما يعني ان الشركة قد تكون بصدد تطوير صاروخ جو جو سنجور الافضل في فئته تظهر المميزات الفنية لمنظومة سنجور مدى خصوصية المنتج اول ما يتبادر الى الذهن هو قدرته على اكتشاف الهدف بغض النظر عن النهار او الليل وقدرته المتقدمة للغاية على اكتشاف وتحديد وتتبع الهدف الذي ينظر اليه بالاضافة الى قدرته على التصوير بزاوية 360 درجة وعند استعراض البيانات العدادية نجد ان سنجور التركي يتفوق على جميع منافسية من حيث المدى فبينما يصل اقصى مدى لسنجور الى ثمانية كيلو مترات نلاحظ ان مدى ستنجر الاميركي هو 4.8 كيلو مترات فقط وبينما يبلغ مدى مسترال الاوروبي 7.5 كيلو متر فان هذا الرقم يبلغ 6 كيلو مترات في فيربا الروسية والى جانب تفوقه على منافسه في المدى يتفوق سنجور في الارتفاع ايضا بينما يصل اقصى ارتفاع الى 3.8 كيلو متر لستنجر و3.5 كيلو متر لفيربا ونحو 3 كيلو مترات لمسترال فان اقصى ارتفاع يحققه سنجور هو 4 كيلو مترات ولعل احدى اهم مميزات سنجور من منافسيه نظام توجيه التصوير بالاشعة تحت الحمراء وهو النظام الذي يجنب الصاروخ ان يتعرض لخداع الكرات الحرارية التي تلقيها الطائرات للهروب من الصاروخ بينما يتيح له معرفة الصورة العامة للهدف وتتبعه وضربه مباشرة منتج دفاعي غاية في الاهمية تستخدم تركيا حاليا انظمة امريكية وروسية بشكل اساسي الصواريخ من هذا النوع حريجة للغاية خصوصا ان دولا مثل الولايات المتحدة الامريكية تراجع دوريا البلدان التي تبيع لها منظومة استنجر فضلا عن انها تطالب باستمرار بمعلومات حول صاروخ استنجر مثل متى واين وضد من استخدم بطبيعة الحال فان هذا الوضع يؤدي الى تبادل المعلومات حول بعض العمليات الحساسة ضد التنظيمات الارهابية مع دول اخرى لكن هذا الانجاز الاخير الذي حققته شركة تركستيان التركية ضمن مساعيها لتوطين انظمة الاسلحة والصواريخ التي تحتاج اليها القوات التركية من خلال تسخير خبراتها ومواردها المحلية بالكامل مكن تركيا من الاستقلال عن الهيمنة الامريكية والاجنبية في هذا النوع من المجالات وبالتالي حماية معلوماتها الامنية والعسكرية ضد التنظيمات الارهابية اذا تركيا متابعين الاعزاء بقيادة الرئيس رجب طيب اردغان تقطع يوما بعد اخر في توطين الصناعات الدفاعية والعسكرية والاستراتيجية هذه المرة تابعنا معكم صاروخ سنجور التركي المضاد للطائرات والذي يتفوق على استينجر الامريكي وكذلك ايضا مثيله من الصواريخ الروسية والاوروبية هذه المنظومة قصيرة المدى والمحمولة على الكتف والتي تجعل من تركيا رائدا جديدا في مجال الصواريخ المضادة للطائرات بانواعها المختلفة اذا تركيا بفضل الله عز وجل تحقق مفاجآت تلو اخرى من حين لاخر لا توقف حتى تصل باذن الله تعالى الى القمة تركيا الكبرى العظمى برئاسة الرئيس رجب طيب اردغان والذي يستعد حاليا لانتخابات مصيرية في عام 2023 مما يدعو كل ابناء العالم الاسلامي للدعاء لاردغان وحكومته ان يوفقهم الله سبحانه وتعالى لتجاوز هذه العقبة لاكمال المشروع التركي الاسلامي الكبير متابعين الاعزاء لا تنسوا ان تتركوا اراءكم وتعليقاتكم اسفل هذا الفيديو وان كانت مادته قد اعجبتكم لا تنسوا ان تدعمونا بتسجيل اعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر